كنت تكلموا على طبيلة ديانة ودرمضان لي قلت كيت فيها فيها دهون فيها حاجة طيبة فران في حاجة مقلية في حاجة مسكرابزة فيها وخاك نديروا شلايد وخاك نديروا هذا شي كامل ضروري أنه راك تلقى هاد شي وات كتلقاهم في أي مائدة إلا ما قلت مش فترة تلقاهم مران فطور دونك حنا هنا الناس والكوليستيرول او لحتى الناس وخا ما عندهم مش كوليستيرول او لعندهم زيادة في الوزن او لهذا شنو تنصحهم انتم رؤيتكم كأطيبة طبيلة دي لك مدى كديره حانونا شف عانونا لا طبيب ديالي ما فيهاش بزاد الحميش يعني كنت مشوف ما هو صحي بشكل كبير ومزيان دافاج كنظنوا أن السؤال الأساسي لأن السؤال ما غاديه همش فقط مرضى القلب لأن الناس صحيحة اللي غان عطاهم بنسبة للمرضى القلب هما صالحين بنسبة الناس كم اكيد لأنه هو نفس النظام الغذائي اللي هو صحي ولي هو مزيان لباش نقدم ندوي علي غان ندوي شوية على الشكل والتبكيبة دياله نظن بأن الافطار ما خستش يكون افطار بطريقة وحدة اللي كثيرة اللي فطار محطوط ولي فيه بزاف الماكلة والإنسان كي يأكل بزاف مدة ساعة ولا ساعات وكينوض مرضى وحدة نظر بأن الافطار سيكون مفرق على واحد ثلاثة أولا وبعض الأمراض بين الافطار والصحور لأنه يعطي الجسم أنه يولف الدخول ديال الماكلة والسكبيات والمسائل بشوية بشوية وفي نفس الوقت بنسبة للمرضى القلب ما كان عيوش القلب واحد الكمية كبيرة وبصورة مفاجئة وفي صورة مفاجئة وهذا شيء بالنسبة للمكلة بالنسبة للماء هي نفس الحاجة اللي خصوط نتركزوا عليها خصوط الإنسان ومرضى القلب واحدة المرضى العاديين يشربوا الماء وتهوى بطريقة متفرقة كان الصحور تقريبا كان نقوله ثمانية أكوب ديال الماء ما هي عادي واحد يطرروا نصص تقريبا ديال الماء لخصوط يكون تهوى بطريقة متفرقة من الافطار حتى الصحور ما يكون بطريقة مفاجئة لأنها ممزينش لا بالنسبة للهضم لا بالنسبة للقلب سكعة ما ممزينش بالنسبة للجسم إلا دخلنا في المكونات ديال الفطور عشنا والمنصوح به فهو بطبيعة الحال اللي منصوح به هو تجنب جميع الأشياء وجميع المكلة اللي فيها الدهنيات بزاف والمقليات بزاف هو من الأحسن إلا كان الإنسان أنه ما يكونهمش بطريقة نهائية كان يكون أحسن لأنه ما ممزينش فقط للقلب ما ممزينش للهضم ما ممزينش للمعدة ما ممزينش للأمعاء اللي كيكونوا شوية عيانين بعد الصيام طويل وما ممزينش للقلب أيضا الحاجة الثانية هو يجب تجنب الأجبان والحليب الكاملة للدسم ويحاول الإنسان يعوضها بحليب اللي يكون سواء نصف الدسم أو لا غير مدسم بصفة نهائية لأن ديك الدهنيات صعيبة بزاف في الهضم وكتخلي الإنسان أنه ما كيستفتش من مكونا يمكن تكون مزيانة اللي منصوح به أيضا هو الحبوب الكاملة هما الأسماك وغنرجعه تقريبا اللي كنسميه النظام المتوسطي وللو غيجي مديتراني اللي هو البلوس أنديكال اللي فيها الخضار بصفة أساسية اللي فيهم الألياف بزاف واللي كيعونوا القلب وكيعونوا أيضا الهضم والأمعاء الفواكه بطريقة أساسية الأسماك بالنسبة للحوم خاص الإنسان يتم بالأسماك من مضاها الدجاج ويحاول يتفادع اللحوم الحمراء اللي هو البقري أولى الغنمي قريبا بصفة نهائية أو لا يحاول حييدهم والبريليجي الأسماك وكيف قلنا الحبوب الكاملة لأجبان اللي نقصة من دسم وتفادي كل ما هو دهنيات وكل ما هو مقليات جميل حتى لحنا بصورة يعني أننا تنقولوا آه كلاميا تنقولوا آه مزيان مقبول ولكن مي كان نجول للطبيق دوكتر كان بدون قولوا واش الكمية هي اللي كتلعب دوري حل ماتلا أنا غناخد مثلا في الفطور ديالي نهار كامل يعني أنا أخد هذا الشي كامل اللي ذكرتي ولكن أنا أخد بريوة اللي كانت في الزيت أو لبريوة أنا طيبتا بفران أو لشي حاجة أو لبغريرة أو لما سمنة أو لها ديالي حاجة وحدة واش الكمية هي اللي كتلعب دور أو اللخص نتفاده بهذه المسائل هو من الأحسن نتفاده المسائل بصفحة عامة علاش لأن الكمية سبحان الله الكمية كتتيف ديالها على الجسم كتبدال من إنسان إلى الآخر لأن هذا السؤال جميل وشميل بزيال لأنه كان نفعج عف للخب الجينيتيك والجينات ديالإنسان هم اللي يحكمه لذلك كان القاومة للإنسان اللي يقدر يكمي كمية حياتي كاملة ومعندي والو ويقدر كلكم مثلين يدخن عام أو لعامين ويتصاب بصاب عطاً مثلاً أو يتصاب مرض القلب يعني التأتيب لهذه الأشياء اللي هي ممزينة للقلب إحنا قدونا على السجائب نفس الشيء بالنسبة للزيت كان الإنسان اللي يقدر يأكل زيت مدة طويلة وما يوقع له والو وكان الإنسان اللي يقدر يأكله مدة قصيرة أو لبعض المرضات ويكون سبب وكل سبب اللي كي ديك لانشي مالدي وما ننسوش عاوتيني بأن الماكلة دينا كان نمشي عاوتيني على حسب شنو كان ديوه في الحياة كان نظن بالنسبة للشي واحد إلا كان رياضي وعندو دير الرجيم ديالو مقاد ومرة مرة هتف كيف تنقولو في شي بريواء أو في شي حاجة مقالية ما فيها بس إلا كان الإنسان عاوتيني ما كي ديوالو ما كي ديوالو ما كي ديوش رياضة والماكلة غير متوازنة بسبانيائية وزيد عليها بريواء والجوجة تكون التأكتب ديالو حيث واثن في تراكمي إلا راكمنا عدم رياضة ومثلا السجائر وراكمنا على الزيت كيف التأكتب ديالو غيكون كتر من أننا إلا أخذنا إنسان رياضي ما كي كميش ما الحالة ديالو مزيانة وهتف مرة مرة بشي حاجة خفيفة جميل دونك رياضة مع نظام غدائي متوازن ومتنوع يعني خضروات فواكه المكيف قلتي على الأقل تمني ديال الكيسان ديال ما توزيع ديالها من الفطور حتى الصحور على الأقل جي جوج كيسان جوج كيسان أكيد الناس اللي كيكون عندهم أمراض كيلي وغير ربو مخص ميش تربو كتر باش عكلي أنا في النهار إلا مشو تصامب باش في النهار كتكون يكون توازن دونك جميل أعطيتين أن الإنسان على الأقل يدي الرياضة ديالو هاد الأمور غنسولك على الرياضة وصحة القلب أيضا هاتكيني الناس سبحان الله تل رمضان عاد كيبغوا ديرو الرياضة